التأثيرات الإيجابية للتعلم النشط أولاً، بقاء أثر التعلم أظهرت البحوث أن نسبة احتفاظ الطلاب للمعرفة وتبني اتجاهات إيجابية ودافعية أكبر للتعلم في المستقبل تكون عالية إذا ما استخدم التعلم النشط إن المتعلم الذي يتعلم معتمداً على نفسه يكون بقاء أثر التعلم عنده أكثر ولمدة أطول تصل إلى 90% ثانياً، زيادة التفاعل داخل الصف عند ضم الطلاب المتشابهين في مجموعة واحدة أثناء التعلم النشط يسهل التوافق والتفاعل اللازم لفهم معنى ما يتعلمونه ثالثاً، تطوير اتجاهات إيجابية نحو المادة التعليمية يتقبل الطلاب في التعلم النشط المسؤولية الشخصية عن التعلم بالإضافة إلى الإدارة الذاتية لأنشطتهم مما يزيد الدافعية نحو التعلم وتنمية اتجاهات إيجابية نحو المادة رابعاً، تنمية مهارات التفكير العليا يهتم التعلم النشط بمهارات التفكير العليا مثل التحليل، التركيب، التقويم خامساً، اكتساب مهارات التعلم النشط كمهارات حياتية إن المهارات التي يكتسبها ويطورها المتعلم النشط تنعكس على مهاراته في مراحل حياته المختلفة والمستقبلية فيكتسب الطالب كيفية العمل مع أشخاص آخرين ترجمة نانسي قنقر